السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ارجو من الله ان الجماع يكون بخير وحب اقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابكة عذاب اللهم امين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله وما ابدأ ايا كده برضو يا جماعة السيارة الحمرة الملعلاعة الجميلة اللي شفناها دي السيارة دي لصاحب نصيبها يعني زي ما تقولهم عاملين مسابقة كده والسيارة دي هتبقى من نصيب حد يلا ربنا يبارك للي هياخدها على العموم انا موجودة النهاردة في اسواء الغنام الغنام يا جماعة شركة زي بندة وزي العسيم وزي كارفور وزي الحاجات دي بس طبعا بما ان بندة يعني شلوها من جنبنا كنت بمسي على رجلي وراحت جدة بس يلا قدر الله وما شاء فعل والحمد لله رب العالمين على كل حال كلهم زي بعض فيش اي مساكل بس هي بندة اللي كان بيميزها اني كنت بمشي من البيت بس 3 دقيقة كده على رجلي وكنت اوصل بندة هي جنب بيتنا على طول هما تقريبا دلوقتي بيهدوا فيها مش عارفها يسووها ايه المهم دخلنا توكلنا على الله اه حبيبي اللي تعرفوا حصل من اللي ما تعرفوش جودي كده الواحد يجيبه بصه والله لو بخمسين ريال بس حلو وجميل وما كسفنيش فيستاهل اول حاجة خدناها خدت ورق عينب جودي هنا عايزة زيت زيت صغيرة خالص زيت زيتون طبعا انا عايزة واحدة كبيرة بس النهاردة هجيبه واحدة صغيرة اه طبعا انتو طلبتوا مني كتير جدا جاتني تعليقات على عمللنا طريقة المش اللي انت عرضتيها مع الخبز لا مكاتش مع الخبز كانت معه اسمه ايه دهو كانت مع الفطر المشال ايوة يا معبود ما تضيعش هي دي بسبع ريال حلو فضل ونعمة من الله هنحتاج منها شوية عشان المش ان شاء الله في الفيديو ده هجيب كل حاجة لها علاقة بالمش واعمله لكم ونزله لكم في فيديو ان شاء الله باذن الله حبه برضه اشكر كل متابعيني اه حباب قلبي وخصوصا الستات الستات ربنا يسعدكم يا رب وربنا يرضى عليكم وربنا يرزقكم من فضله اللهم امين طبعا الستات شجعوني جدا في اخر فيديوهات نزلتها فيديو خبز الطاوة على طريقة اهل الجنوب فيديو الفطر المشال تت فيديو اي تاني يوم كامل من حياتي ربنا يسعدكم يا رب وانا بشكركوا جدا جدا والرجالة برضو على بماغنا من فوق ربنا يصلح حالهم اه انا هنا خدت ورق العنب وخدت زيت الزيتون الازيزة الصغيرة اه وهنا هاخد ايه واحدة ببس الريم لازم 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 كده طبعا كده وواحدة صفل عبدالله يلا كله عد بحب حاجة ساكل ما علينا بلى لازم منه المهم اه طبعا انا جيت الغنبة النهاردة زي ما تقولوا كده يعني اه محتاجة شوية حاجات وجيت ااخد حاجات المش عشان اعملكه طريقة المش المش يا جماعة طريقته سهلة جدا جدا وحلو جدا وان شاء الله يطلع معكوا كويس عايزي انسكر ما فيش واحد اقل من كيلو نص مثلا بص يا جماعة انا من الناس لو السكر عليه عرض العشرة كيلو بخمسة ريال والكيلو بخمسة ريال هاخد الكيلو الهابل ده وليه انت ازاي هو كده لان انا من الناس اللي مش بتحب السكر كتير يعني ببعد عنه عارف ان هو باله هو والملح الاتنين الله يكفينا شرهم انا هنا بشوف واحدة جهوة من دي انا مش باشربها ولا بحبها اوي لكن انا باخدها عشان اعمل منها بعض الوصفات كده ادهن منها خليط النحل عاملة مثلا خوبز عايزة ادهن وشها من النسكافي مع الحليب يعني عشان الوصفات اللي بعملها فاجبت ارخص واحدة يعني للامانة برضو دي تقريبا ب12 ريال شركة غير معروفة عادي احنا يعني هنتجوزها اي حاجة لحمة وكبدة وحاجات حلوة والله هم صلى على النبي بس لا مش يوم اللحمه خالص اللحمة مرات بينزل اللحمة دي عايزة فلوس كتير خلوها على جنب هنا زي ما قلتلكو انا جي ااخد حاجات بسيطة كده طبعا هاخد برضو هاخد زيتون لفت نظري عندهم زيتون غريب قوي زيتون ضخم كده تحسوا ان هو مش عارفة ماله غريب كبير قوي هوريه لكم بعد شوية اهو شفو ده كبير خالص يمكن الصورة مش مبينة الواحدة قد كده اهو قد الطمرة كبير في احمر زيتون احمر وده اول مرة في حياتي هشوفو وفي اخضر وفي اسود حتى اني سألت الست المحترمة اللي اتبيع هناك قالت لي والله معرف والله معرف قلت لها تاب بلد وجنسيته قالت والله معرف المهم الكيلو انا كنت ناوي اجيب يعني قلت اجيب ربع كيلو كده اجربه اشوف طعمه ايه بس صراحة يعني ما لقيت الكيلوك 49 ريال قلت لها عادي كفاية علينا ايه اشوفناه خلاص هيكون ايه يعني زيتون زي كل الزيتون اه قلت لها هاتيلي هاريسة هاريسة الشطة طبعا كان عندي بس خلصت عشان نعمل منها المش ان شاء الله واه ايه تاني يا ام عبود قلت لها هاتيلي زيتون او زيتون يوناني وهاتيلي ربع كيلو مخلل انا باخد من كل حاجة ربع 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 عشان ما تخربش وتقعد عندي فترة طويلة وعشان برضو ايه اه اجيب حاجات كتير ما جيبش حاجة يعني نص او كيلو لا ربع وخلص جابتلي مخلل مشكل حلو مصري وطبعا جابتلي زيتون يوناني زيتون اليوناني ده جماعة تحفة وجبت جبنة قريش عشان نعمل المش ونحط فيها جبنة اهي اللي ما فيش فيها ملح بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اه وكنت بس ألها عجبنة دوبلي كريم بس يعني قلت اكتفي بالقريش وخلاص مش مشاكل جبنة مخلل جبنة هرست الشطة جبنة زيتون جبنة زيتون شرايح عشان نبقى نعمل بيتزا لعيالي وطبعا وانا موجودة هناك رنوا علي العيال قالولي انت في الغنام قلت لهم نعم ايوة قالوا هاتيلينا بيتزا يا ولد ما انا بعمل بيتزا زي بتاعة الغنام ويمكن يعني احسن قالوا لا الا نبقى بيتزا وقع باني وبانكو يعني بيتزا الغنام دي لا يوال عليها حكاية وماشاء الله عندهم فرن هناك البيتزا هناك بتبدأ من عشرة ريال عشرة ريال دي تأكل شخصيا ما شاء الله يعني دي ايه من ضمن الحاجات الكويسة هناك جدا وبعملوهم توقفين بما اننا في الغنام بقوا الخبز بتاعهم برضو بسم الله ماشاء الله خدت لي 3-4-5 اكياس للطواري يعني بيجينا ايام نعجن ونخبز زي ما شفتوا في فيديو الخبز على طريقة اهل الجنوب خبز الطاوة واحيانا نستخدم ده واحيانا سامولي واحيانا توست الحياة بقى مليئة بالمغامرات بسم الله ماشاء الله خدت خمسة خمسة اكياس كيس عندهم بريال تقريبا فيه 8 خبزات خبزهم حلو جدا بسم الله ماشاء الله حطه في التلاجة بنستخدمه وهنا طبعا انا ماشية بشوف هجيب ايه بس برضو لما روحت اطلب البيتزا قلت اطلبها عشان عما يخلص يكون انا خلصت المجاد للأسف لقيته مقفول فسألت الرجل اللي عادي عبي في الصامولي ده فقال لي هو بيفتح الساعة خمسة كان بقى تقريبا عشرين دقيقة قلت اضرب لفة كده واجب بقية المجاد لحد ايه لحد ما ربنا يصلح لهم ويفتحهم اه انا هنا اعدك كده من عند المقصرات واللب والفول السوداني والحاجات دي قلت اجيب جبت بقى لب سوري جبت لب بتاعنا السوبر المصري جبت قصبارة كنت محتاجة قصبارة نشف عشان بعمل منها خلاطات كده للطبخ مع الكمون فهي كانت نقصة عندي اه لقى فول سوداني كان عندي ما جبتش مكسرات عندي وما حدش بياكلها جبت اللب السوري عندهم تحفة يا جماعة تحفة تقريبا بين الكيلو باربعتاشر ريال اهو جبت قصبارة ولب سوري واللب السور بتاعنا ربع ربع من كل نوع الا قصبارة نص عشان بنحتاجها كتير تمام تمام الحمد لله هنا انا لسه كده بتجول واشوف ايه اللي نقصنا وكده يعني طبعا وانا ماشية كده لفت نظر العنب ده لقيت شكله جميل اوي واحلى حاجة عجبتني فيه بقى ان هو من مزارع الغنب من يا جماعة الحاجات الحلوة جدا اللي بتميز اسواء الغنب ان عندهم باسم الله مASHاء الله مزارع تبعهم يعني من المزرعة الى السوق وعندهم مزارع بسم الله ما شاء الله ابقار لحمتهم مميزة جدا 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 عندهم عناب عندهم خوخ عندهم حاجات حلوة بصراحة من المزارع بتاعتهم الورقيات كلها من المزارع بتاعتهم الخيار بتاعهم له ريحة مميزة جدا عن كل الخيار اللي بابهد شموا ريحتهم من بعيد ريحة خيار طبيعي اه انا هنا خدت عينب مش عارف خدت ايه تاني خدت عينب بس يعني. اه. هنا باخد كيس بقى عشان ايه? انا محتاجة خيار. والحسن حظي. بسم الله. بس الله. ايه الخيار كان عليها عرض. كانت كيلو تقريبا بريالين ونص. جبت اتنين كيلو اتنين وربع. ايوة. اجينا عالرخص وانتسيبو. نحطو في التلاجة اعم تستخدمو على طول مع الفطر مع السلطة. الخيار بتاعهم يا جماعة زي ما قلتلكو. بما ان شكله جميل. وطويل كده وحلو. وفوق ده وده ريحته وتحفة. عارفين انتو ريحة خيار. لما تبشو ريحة خيار. في خيار بنجيبو بتحس ان هو بلاستيك. منفوخ. مليان مية على الفاضي. لكن ده بصراحة ريحتو. بسم الله ما شاء الله. فواحة. عندهم بانجر وعندهم ليفت. وعندهم حاجات كتير. وبطاطم اللي بتتخن. حاجات اللي انتو شايفينها دي. طبعا انا هنا باخد فلفل. عشان اعمل لكم المش. ما هو المش يا جماعة بحتاج فلفل حر. ضروري. لازم. الحمد لله. يعني حاولت تاخد القرون الحمرة. نقيت كم واحد كده. جبت يجو نص كيلو. حلو. فضل ونعمة من الله. مش هنستخدمه كله طبعا. استخدم ربع بس. وبعد شوية هروح احط اه عند البنات اللي على الكشير. احط اسعار على الخيار وعلى. العنب على سعر. احط اسعار على الخيار وعلى الفلفل. ان شاء الله. بسم الله. وطبعا عندهم برضو قسم الورقيات حلو جدا. اه جبت شبت وجبت ايه تانية معبود غريش شبت. جبت كوزبارة خضرة. ايه واحدة شبت. شفت الحبحة بديلة فتتنظري. عايز اقول لكم على حاجة. شايفين? هي تقريبا انفجرت وبدت تطلع زي الصبون كده. شفتوا? ده بقى يدل على ايه? يدل على ايه يا حجب معبود? يدل على ان الحبحة بديء واخد هرمونات. يعني بصوا هي ما تعملش زي الرغوة والصبون كده. بحط لها خميرة تقريبا عشان تتنفخ يعني. لسا انا حبيت اقول لكم على الحكاية دي. لانها لفتت نظري وانا ماشي جالسة تطلع فققيع كده زي الصيب زي الزي الصبون. اه هنا القسم بتاع المجمدات في الخضار البازيلا والفاصوليا والحاجات دي. اه لفت نظري حاجة غريبة كده قلتها شوف هي ايه? اه طلع طلع هليون هليون. على اساس يعني كلمة اخضر عشان ناكله متلك. امسي حاجة امسي. مش عارفة الحاجات اللي حاجات اللي ملناش فيها اصلا ان احنا ما نعرفاش مفروض مروحش عن ده. بس كده لجافة. لازم اروح. يلا الحمد لله. خدنا فكرة ونشتري بكرة ومسينا. هنا انا محتاجة ايه تاني? قديني بشوف اهو. زي ما قلت لكم يا جماعة. انا من الناس اللي ما بتكتبش خالص مجادي البيت. لا بتحطها في راسها وتمشي كده. وممكن برضو حاجة انا مكونش كادبها ولفطت نظرة جبها عادي يعني. فيش ايه مشاكل. اه انا عايزة جبنة بما ان العيال جهروني لما قالوا هاتي لنا بيتزا. ولما انا بعمل قلت هجيب جبنة وهعمل لهم بيتزا برض. ان شاء الله جريب. هصورها معكم بازن الله. انا بعمل البيتزا يا جماعة بسم الله ما شاء الله. مش هادة الكل اللي اكلوها حلوة. زي الفل. اللهم بارك. طبعا والحسن حظي برضو كان عليها عرض. كانت بستة وعشرين ريال. اخر مرة شفتها باندة كاب بثمانية وتلاتين ريال. هي معروفة غالية. المزدرلة دي غالية. حاجة البيتزا غالية. انا طبعا بستخدم بوك. بوك. من الاجبان الحلوة جدا جدا. وبتمط كده. وطعمها حلو مع البيتزا. اه. هنا ريم قالت لي لا تنسيني الكيك حجي. فانا بدور على الكيك حجها. نفس الاسعار برا. كيكاتو الحاجات دي هي اصلا يعني كلها سكر وكلام فارغ المفروض يدوها للناس ببلاشة. او يدوها بنص السعر. والله العظيم يعني. مش عارفة. بسبعتشر وبطمانتشر. مش عارفة. حسسننا انها لحمة. يلا اللهم مستعد. انا بدور على كيك ديما. مفضل عن درين بنتي. هو فعلا كيك حلو جدا يا جماعة. للي ما اجربوش. تحفة. تحسوا كده انكم بتاكلوا كيك طعمه حلو. اهو. لقينا. تقريبا كده. والله اعلم بكام. ب13 ريال. حلو. حلو. فضل ونعمة علبة كبيرة. هيكلها في يومين. يلا الحمد لله. هنا خلاص انا طلعت من قسم الكيك بدور على ايه تاني. انا كنت عاوزة دجيج. دجيج الباكر. قلبت عليه كتير جدا. ما كنتش بقاليها الا ببندا. بس بندا قفلت. يبغال اشوف فرع بندا وروح اجيب من هناك او روح محلات الجملة. اجيب لي دستة. عشان اريح راسي. مش كل يوم اطلع اجيب كيلو اتنين كيلو. بصراحة. دي نومبر وين. البيكر. بسم الله ما شاء الله. هنا انا ماشية. بدور ما زلت. ما زلت ابحس. طبعا انا هنا في القسم. اه انا عايز اخل. افتكرت اني عايز اخل. الخل كله زي بعض. بصوا الخل كله زي بعض. ابو ريالين زي ابو ثلاثة زي ابو اربعة. كله خل. كله خل. بس خدت واحدة. تقريبا كبريالين وخمسة وسبعين هلا له. بحتاجه في غسل الدجاج. يكون مسلا عندي عايز اعمل رز بسمتي. لازم احط عليه شوية مع الموية وهو بيضغسل. عشان يجيني ابيض كده ورحته حلوة. بحتاجه كتير الخل. حطه على السلطة كده يعني. شوفوا هنا انا في قسم الدجيج. بس للاسف ما لقتش البيكر حبيبي اللي انا ابحث عنه. الكويت والتاني ده اللي اعملت بالفطير. يعني ممكن نقول جودته سبعين في المية. بس البيكر نمبر وان. ما لقتوش هنا برضو. كنت بقى ليه ببند على طول? على طول باستمراء. ياريتني جبت كمية منه. يلا اللهم مستعب. هنا انا خلاص طلعت. بروح فين انا هنا تاني. اه بروح للرجل بتاع البيت زي يمكن يكون فتحه يعني عشان ايه? هو يعمل تلاتة. على ما يعملهم يكون انا خلصت. مش هفضل انتظر يعني. اه باخد واحد حليب السعودية. عشان بعجم منه البيت زي. وبعمل منه نمش برضو. يفضل اه انه يكون حليب اه كامل الدسم مركز يعني. مش الخفيف لأ. وحليب السعودية حلو. انا كتير بعمل بحلويات وحاجات زي كده. والمعجنات برضو بديها طعم حلو. طبعا زي ما قلتلك انا هنا رايحة للرجل بتاع البيت زي اشوفه فتح ولا لا? ان شاء الله بازن الله العظيم يكون فتح. عشان اقول له يعملها وبعدين ارجع اخدها داني. طبعا لا هيسألني يا جماعة الفرع ده فين? الفرع ده جنب المرور. حي الضباب جنب المرور. جريب. جريب من رايحانة برضو. كم خطوة كده بس في طريق بقى يعني طريق وصيارات وكده فلازم الواحد يركب سيارة هو رويح. وكانت احلى حاجة في رايحانة وبنده. اني كنت بروح على رجلي يعني بروح ماشي وهجي ماشي. كان بتاعجبني يعني. اه انا هنا هو بسم الله ما شاء الله فتحوا فتحوا. بتوع البيت زي والفرن اشتغل. اللهم بارك. واحنا اول ناس. قلت له الراجل كلمته. قلت له اعمل لنا تلاتة. طبعا عندهم ببروني. عندهم تونة. عندهم لحم وفروم. عندهم خضار. انا دائما مفضل الخضار. هنا كنت عايزة برضه اجيب اه اجيب جاتو او دونات او اي حاجة للعيال. قلت ايه اشوف. عجبني حاجة اللوتس ده. اخدت منه اتنين. حبة بخمسة ريال. يعني حلو. شكله حلو كبير كده. تحسوا ان هو زي الكيك عالي مرة ما شاء الله. عندهم ترطات حلوة جدا. وبالمناسبة برضو يا جماعة انا اي مناسبة بتيجي عندي مثلا تخرج حفلة جامعة مناسبة باجي اخد ترطة من عندهم. يا اما اخد ترطة هم عاملينها ليالكيك او يا اما انا اوصيهم على حاجة يعملوها لي خصيصا لو انا عايزة اكتب عليها حاجة. لو انا عايزة حط عليها حاجة عرفت انتو يعني عملت عندهم كتير ترطات ما شاء الله. اصارهم حلوة جدا عن محلات الحلويات. يعني عملت عندهم كيكا مرة كبيرة جدا كنت عاملها كنت عاملها القناة لصفحة كانت عندي على الفيسبوك كنت كتب عليها اسم الصفحة. بسم الله ما شاء الله يعني كانت تجي لها هيجي نص متر كبيرة جدا كتب تلتمية وخمسين ريال. كانت رهيبة. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. انا كلمت الراجل يعمل البيتزا اللي هعملها خلاص. اه لفض نظري وانا ماشي كده مكسرات. المكسرات دي حلوة جدا يا جماعة. مكسرات الفلبنيين هي اسمها كده. بس طعمها جميل بصراحة. هي عبارة عن مقارمشات. عارفين انتو المقارمشات عبارة عن مقارمشات. آه ده بدوب ده. فيش فاش ده بدوب ريب بتحبه. باجيب لها اتنين وعبدالله اتنين. اللي واحب تقريبا بنص ريال. اربعة. تمام كده. هنا طبعا هرجع تاني للراجل بتاع البيتزا. تقريبا كده جيبنا كل حاجة يعني. مش عارفة لسه باقي حاجة. اه لا باقي حاجة. انا هنا بدور كنت رايحة اشوف البخاخ. البخاخ بتاع اسمه ايه ده لا اله الا الله. بتاع الافران والبتجاز. اللي بيحوش الزيوت والحاجات دي. اه كنت رايحة اجيب واحد عشان انا محتاجها في التنظيف. ومحتاجة ورق الامونيوم. ورق فويل. قصة عنده بغالي بس مضطرة. يعني مش ما عنديش وقت اروح محل الادوات المنزلية. فلازم اخد بقى من هنا. خدت التلاتة دول بخمستاشر ريال. اتنين زائد واحد. زي ما قلتلكم هو غالي. انا بجيب واحدة كبيرة جدا. بتقعد عندي شهرين. اه تقريبا بخمسة واربعين ريال. كبيرة كبيرة ورقها ما شاء الله متين وحلو. بس يلا. نمسي. نمسي هنعمل ايه? مضطرين. مضطرين. تمام. هنا وانا ماشية زي ما قلتلكم انا كنت محتاجة بخاخ للبتجاز عشان تنظيفه كده. فده حلو. النوعية الخضرة دي حلوة. انا خدت منه قبل كده. ملاقيتش طبعا اوبي اللي انا بستخدمه ملاقيتوش. بس ده طبعا حلو. ده بالليمون وجميل جدا. بس هنا عندهم غالي شويتين. ساعتاشر ريال. كنت بجيبهم بند احيانا خمستاشر بستاشر. سبحان الله يا جماعة الاسعار بتختلف من مكان مكان. تلاقوا هنا حاجات رخصة جدا. وهتلاقوا حاجات برضو. تمام هطلع في العلالة. تمام كده? تمام. بسم الله ما شاء الله. هنا خلاص ما عادش في حاجة خالص غير اني اروح اخد البيتزا وارح احاسب. واتوكل على الله اروح البيت. بس الحمد لله رب العالمين. توفقنا. جبنا كل اللي حاجة احنا كنا عايزينها. الحمد لله. كده تمام. هناخد بس البيتزا. ونمشي بقى نروح البيت. وان شاء الله زي ما قلت لكم هعمل لكم فيديو المش اللي واحده. وفيديو البيتزا الواحده عشان ايه نكونش في لغباطة يعني. ده في حل وده في حل. ادي البيتزا هي بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لكم. العلبة من دول بعشر ريال. اسعارهم ممتازة. ممتازة. مش هتلاقوا. محل في ابها ببيع البيتزا بعشر ريال. خلص. وبصراحة شغلهم فاخر من الاخر. اقول اللي ليه واللي عليه. صاح اني بعملها. بس هم برضو شغلهم حلو. اه هنا خلاص انا بحط الحاجات بقى عشان ايه? عشان نحسب ونمشي ونتوكل على الله. الحمد لله رب العالمين. ونشوف بقى في النهاية. يا ترى كل الحاجات اللي احنا جبناها دي بكام? انا شايفة ان سعرها حلو. لان اغلب اللي انا جبته عليه عروض. خلي بالكم. الفاتورة هي بسم الله ما شاء الله ميتين واربعة. طبعا خصمولي تلاتاشر الريال كانوا موجودة عندي نقاط. الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمة وربنا يبارك. وان اعجابكم الفيديو فضلا وليس امرا. حطولنا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.